اشتركوا في القناة وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصى ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا ألبتة وإنما كان يعتمد على عصى أو قوس وجاء في شرح الزرقان على المواهب اللذنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب متوكئا على قوس تارة أو عصى تارة أخرى وفي سنن أبي داود كان إذا قام يخطب أخذ عصى فتوكأ عليها وهو على المنبر وفي سنن ابن مادة والبيهقي كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصى وأشار إلى ما ذكره ابن القيم من رفض التعليل بأن الإسلام قام بالسيف وجاء في مصادر أخرى أن بعض العلماء قال إن الخطيب يتقلد السيف ولا يمسكه كما عليه خطباء زماننا وبعض العلماء قال إنه يمسكه بيساره أي يتقلده ويمسكه بيساره عند الحنفية وعند الأئمة الثلاثة السنة لاعتماد وقت الخطبة على سيف أو عصى أو قوس أو نحو ذلك ولا يتعين السيف عندهم هذه صورة من آراء العلماء وفي إنساك الخطيب بسيف أو عصى أو اعتماده على أي شيء وذلك كله لمعاونة الخطيب وشد أذره وذلك بأي شيء يحقق ذلك ولو بالإنساك بحرف المنبر وربما لا يحتاج إلى الاعتماد على أي شيء والأمر أيسر أهوا من أن نختلف فيه أو نتعصب له والمهم أن ننفي فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف وإذا كان لحمل السلاح أهميته في الدعوة في الأيام الأولى فإن الدعوة الآن تحتاج إلى أسلحة مناسبة للعصر ومنها سلاح العلم وتطبيقه في كل المجالات على أساس من العقيدة الصحيحة والخلق الكريم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر